لكن في النهاية أنا يهمني إن المواطن البسيط وإن أخيرا تم شعور به وحسينا خلاص إنه هو من حقه إنه يكل زيه زي الناس العادية وإنه يبقى إن شاء الله برضو زي ما يبقى فيه هبوط في أسعار الدواجل يبقى فيه على أقل يعني اعتدال في أسعار اللحوم لأن احنا دخلين على عيد الأطحى المبارك كل سنة وخضراتكم بألف خير الخبر اللي جاي مشاهدين عن بدء المباحثات لزيادة صدرات المنتجات الزراعية المصرية لروسيا تفاصيل الخبر بتقول بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مباحثاتها مع الممثل التجاري الروسي لسفارة موسكو بمصر لزيادة صدرات المنتجات الزراعية المصرية لروسيا ويأتي ذلك في خلال الإعلان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بلاديمير قوتر في اللقاء الذي جمع بينهما لزيادة الصدرات الزراعية المصرية بنسبة 30% عن المعتاد وخاصة من الخضروات والساكهة الطاضبة التي تحتاجها موسكو بعد منع صدرات الأوروبية الزراعية من الدخول إلى أسواقها خلينا نشوف رأي المهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أهلا بحضرتك باشمهندس أهلا بيجا فانم أهلا عشان تعليق حضرتك على الخبر دقيق وكيف سوف تستفيد مصر من هذا التعاون مع روسيا أولا التعاون بيننا وبين روسيا ده من مقديم الأزل وينجي من قبل بناء السد العالي وروسيا دي دولة صديقة طلع عمرها لنا والحقيقة هو في الأولى الأخيرة حصل أن فيه حظر تم على روسيا فعشان كده روسيا منعت الصدرات الزراعية الأوروبية وحصوصا من بولندا وأولندا وأمريكا إلى دخول إلى السوق روسي والسوق روسي ده سوق كبير جدا وإحنا الحقيقة بدورنا كوزارة الزراع في مصر درسنا الحاجات اللي كانت تحتاجها روسيا من أوروبا وعندنا حاجات كثيرة جدا مشتركة بيننا وبين الصدرات الأوروبية إلى روسيا زي الفطاطس والموالح والبطل والسوم والكرومب وحاجات كثيرة جدا المصنعات الزراعية وخصانف الفضار والفكة والمجمدات والكلام ده كله والأسمات أيضا في طبع روسيا عشان كده احنا عملنا لجنة للحجر الزراعي والصحة النباتية وبدلنا ندرس احتياجات السوق الروسي من السوق المطري عشان نجهز الشركات الكبيرة والموزارعين نعمل لهم عملية التوعية للمحاصيلة التي تحتاجها السوق الروسي تماما وينكن كان عندي أنا هنا مبارح في المجدب الملحى التجاري الروسي لإدراسة كل الطلبات الروسية لتجهزها وينكن مخدين كمان معادها جنة السفير الروسي يوم الأربعة إن شاء الله يقابل الوزير المطري وزير الزراع المطري لإجتمال هذه التفاهم بيننا وينروسيا لتجهيز عمليات صادرات تجهيز عمليات صادرات من البطاطسون ومع سوق واعدة والنتعلم أنه في الموسم الدفات ده رفعوا الصادرات بتاعتهم من البطاطسون الوريدات بتاعتهم من البطاطسون 117 ألف طن إلى ما يقرب من 320 ألف طن وده شيء كويس جدا للمصدرين المصريين والحاصلات الزراعية المصرية وإن شاء الله مش هتبقى بطاطس حليب أموالح تبقى كمان حاجات زي البطل وزي الثوم زي العنب زي جميع الفاكهة المصرية اللي هم بيرغب السوق الروسي احنا فيه تجهيزها تماما وفيه تعاون بيننا وبينهم وإن شاء الله فيه معرض يوم من 15 إلى 17 ستمبل في الأراضي الروسية حضرات 42 شركة مصرية معرض المنتجات المصرية في السوق الروسي ناجفا طيب باشمادس هو يعني حاك شايف أنه منع الصادرات الأوروبية زراعية للسوق الروسي أن ده جيف مصلحتنا وهم ليه أصلا منعوا الصادرات الأوروبية حضرتك دي علاقات بين الدول وبعضها إحنا علينا أننا نسمي بشؤولنا الداخلية ونسمي بعلاقاتنا مع الآخرين ولا ننظر بقى للعلاقات الروسية الأوروبية إحنا دلوقتي هم في علاقات كتب تكون سياسية بينهم من بعض لأعنا قصدي بتسؤالي إن حاك شايف إن ده قدم سحة أكبر لمصر إنها تثبت وجودها طبعا إحنا إحنا المفروض قبل أنا مزرع أتوى أنا مش مفروض أزرع بدلا أدور على السوق لا أنا بدور على السوق الأول عشان أزرع لها وده الفكر الجديد في الزراعة على أساس إن الزراعات اللي عندي مصدرشي بديباش عندي مرافراتة في السوق بديباش كثيرة لا يبقى أنا عندي السوق اللي يستوعب الإنتاج بتاعي على أساس أحافظ على الأسعار وحافظ على المجارع المضجي أنا بشكرك شكرا جزيلا باشمالدس حمدي العاصي رئيس فتاة الخدمات الزراعية والمتابعة والحقيقة أنا بحقيك على الفكرة ده لأن فكرة التسويق مهمة جدا مش بس فيه يعني سواء كان فيه المحاصيل الزراعية القدار والفاكهة فيه حاجات كثير جدا يعني المزارع بيعاني من قلة تسويقها ومن أهمها طبعا محصول الأكم والأمح فالمحاصيل استراتيجية زي دي لازم تحظى بالاهتمام بالدرجة الأولى